موسيقى مساء الخير اليوم فقرة سالفة راح تكون معاي فنانة معروفة بخفة دمها وبمشاهدها الكوميدية دايما تكون متواجزة في اي مستسل او كاسف تكون في مشاهد طيق الغالب عليها انها تضحك في هذه المشاهد حقيقية ولا لا راح نعرفها مع الفنانة الجميلة اون فهد هيا شعيبي موسيقى مساء الخير اون فهد وحياة الله معي في فقرة سالفة طبينا عليكم في اللوكيشن يعطيكم الف عافية لكن النجوم دايما تصيدهم في لوكيشناتهم في شغلهم في عز لويتهم نحياكم الله الساعة المباركة نورتي المقهن حبيبتي نورتش ان شاء الله اون فهد هل تكلم معاك عن واحدة من السؤال في واحدة من المشاهد التي سوت لوية خصوصا في رمضان ومشهد الطق الذي حدث ما بين الفنان الكبير ناصر القصبي مشهد المطعم الطق صجي او لا صجي 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 وحيل وقوة اول شي كان عادي ثم قالوا اضربيني اضربيني ما لديك شغل اضربيني قلت له لا اقدر اضربك قلبي اعورني كيف نقول لي اضربيني لا عدت نعم لدينا تقريبا ست سبع مرات بسبت الضحك اتوقعت لا تستطيع انصح الكاميرا ورا الكاميرا الكمبارس الكل وبستثناء انا انا كريكري صحيح فما اقدر انا اي مشهد اذا فيه طق فيه حتي اغطي ويهي احاولني اخفي الضحكة بس ما اقدر معناصر القصبي الموضوع مختلف تماما كان الطق صج وانا اقول لي اعذرني معنى المشهد انسحب من العمل وصار للمشهد مشاهدة وصلنا يمكن ثلاثة مليون اربعة مليون وقاموا الحريم يركبون عليه مقاطع اتاني بقول لت الناس يخذوها انت نحن ترى شخصياتنا قوية حزة الحزة انا مرتين طقيته اللي اهو في المطعم واليوم كنا انه كان زوجي نفسه مدير عام اي صحيح والشركة كلها تخاف مني وكنت حامل بعد بولدي جمال كنت حامل وطيح عليه السواق لانه مرتقى على الطقية بالبيت وانه هو يروح مدير عام بالمكتب العمل بحد ذاته مع الكاست ناصر استاذ خلاف اوجه لك التحية المؤلف استاذ أوس الشرقي المخرج العظيم استاذ ناصر القصبي وهم يروحون فاكه صحيح فاكه فاكه جميلة جدا فلما كنا في المطعم اذكر الكمبارس قبلها حتى ما اخذوا الكمبارس ما ادري طقيتها طرق طاحت من الكرسي لا موجود موجود طاحت يبتل ويضحك في ابنية طايحة ابنية ها بيضحكت من ضحكة ما بدلوها ما ادري عنها المهم ففعلا طقيتها صج وزخيتها صج حتى ازرار دجداشة قطعت وغطينا باليد يعني لكن كان المشهد قمتة الضحك قمتة 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 هذا المشهد هذا المشهد وعمل تاريخ عمري طلعتي و الأساسية من الأستاذ عبد العزيز مسم الله يوقع عندما يتصور عمي حبيبي أبوي الله يرحمها غنم الصالح اللي لم اكن اقدر ابسبت القسمة لان اذا كانت هذه سيئة تستمر لا تستطيع أن تكون كيف هي فلما كنت أذكر حتى المسهد موجود عزيزة أقول يا عمي غالم يجب أن تقوم بحقًا لكنني لم تقوم بحقًا قلت أن شاء الله عمي لكن كانت من المسرحيات جبارة في بدايتي من أقوى المسرحيات التي عملتها لا ينسى تنوقتها وشباصاتها لا ينسى هذا الكاركتر هناك مشاهد صج لا نعرف خفاياهم وماذا تم تصويرها لأنه عندما ترى مشاهد طق ومشاهد أخرى أخرى فعبالهم أن هذا كلها تمثيل بتمثيل ليس صج ليس حقيقي حقيقي لدي أهم الفنان الثاني السعودي الأسمر الذي أصير فيه دور طقاقة ويغازل على الفراش نايم ويقول من ومرتي ومن زرس وهم أدش وهم أقلب من الكاركتر وشيلة واجدخل لكن يوم الله رأيتها في المشاهد صج معروف عن هذا المشاهد التي تصل إلى الناس بطريقة سريعة بين مصداقية الكاركتر بعدين حبي لللهجة السعودية وحبي أهل السعودية ومعروف عنه وهي جمالات موايدة أنا ربعي كلهم من السعودية خليج كلها طبعا كلها ربعي وهلي وناسي لكن السعودية لأنه أنا اعملت فيها وقعدت فيها بالذات تقريبا ما يعادل الخمسة السنين وهو كان عمل غشمشا مع الأستاذ فهد الحيان كنا نقعد في ديراب وطبعا هلمان لا تعرفينها أنزين والرياض وننتقل إلى جدة ونذهب إلى ما وكان يقولي مصحح لغوي بعد قال لي أنت جبارة في بعض الكلمات لها كنت ممتازة أكيد مع الموارسة معهم بالنسبة للممثلات التي أعيبونهم يعني مريت علي كذا لم تناظرني كذا فكانوا يستنصون على لهجتي وأكيد أنت تقمصين الشغطية بكامل تفاصيلها وكامل زواياها إن كان اللهجة، اللبس وغيرها وحتى المجتمع يعطيكم ألف عافية وموفقين من خلال المسلسلات القادمة الله يسلمك كانت هذه سالفتنا مع أم فهد الفنانة هي الشعيبي وأعتقد المصداقية في هذه النوع من المجاهد يجب أن تكون موجودة سالفة يديدة إن شاء الله مع فنان يديدة لسفواليا موسيقى 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 موسيقى